مساء الخير فيديو جديد بلوري كلير وقصة صورة كروت يوجي وبنكمل المرة اللي فاتت وقفنا ان احنا تعرفنا على الاربع قبايل وعرفنا ان فيه جوم جاي من الفضاء وهو الوورمز او الديدان جايين يهاجموا عليهم. وقبل ما نكمل القصة ياريت تعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو. الشانل قربت على عشر تلاف في الوقت اللي انا بتكلم فيه ولما تعدي العشر تلاف اعتقد هتفرق اوي في الالجوريزم اليوتيوب. فيلا نكمل ونشوف مين هم الوورمز. في الاول او زي ما كلمنا الفيديو اللي فات الوورمز دول هم كائنات فضائية قدرتها ان هي بتعرف تتأقلم مع الجو اللي هي فيه وتتكاثر بعدها. وهنا بقى هنتكلم شوية ايه هم الوورمز. قبل ما نتكلم عن الوورمز عايزين نقول ان الكائنات دي او الوحوش دي هم مرقمينها وحطين لها ترتيب. كل وحش لي حرف من حروف الابجاية لغاية زد. فاحنا ممكن ما نتكلمش عنهم بالترتيب بس اللي او رجعت الوحوش بعد كده هتلاقي ان كل واحد منهم مترتب بالترتيب ده. ماشي يا سيدي ايه بقى اللي موجود في الوورمز دول او مين هم الوورمز? عايزين نتكلم الاول ان هم الوحوش دي مترتبة بترتيب مترتبة بترتيب كده كأنها شركة يعني حاجة فيه قائد وفيه ناس تحته. اه فيه ترتيب منظم للناس دي. ونبدأ باول واقوى شكل ليهم وهو وورم زيرو وهنا اواخد حرف الزد اللي هو اخر حرف طب ايه ده يبقى اخر واحد فيهم. وورم زيرو ده هو عبارة عن الوورمز لما بتهاجم كوكب معين وتبتدي تتكسر تتكسر لغاية ما تغطي الكوكب كله وتدوب عليه وتندمج به ويبقى واحد مع الكوكب ده. ساعتها بيبقى ده بداية كائن جديد وهو الزيرو. او على اقل ده اللي اللي سنتكلم عنها كمان شوية. بس لو النظرية اللي هما بيقولوها دي حقيقية ده معناه ان فيه كائنات كتيرة قوي من الزيروس دول موجودين في الفضاء. لكل كوكب الكائنات دي احتلته. عملت الكوكب الزيرو ده وعملت الكائن الزيرو ده. وهو بيطوف الفضاء دلوقتي. فده اقوى واحد فيهم. خلينا نروح على الكائنات التلاتة الاقوية بقى. هم اعلى موجود بقى في الكائنات اللي بتهجم. والكائنات دي هي الورم كينج الورم كوين والورم فيكتري. هنلاقي ان الكائنات طبعا كينج والكوين والفيكتري التلاتة دول اولا هم اصلا كائنات قوية يعني لو بسط عليهم هتلاقي تمن نجوم الفين وسبعمائية تمن نجوم الفين وسبعمائة سبع نجوم ودفاعه الفين وخمسمائة. التالك كائنات قوية. وهنلاقي ان ماسك في ايده كائن. لسه نتكلم عنه قدام برضو من وده ليه علاقة بالفك بتاعه. ان انت لما بتضحي بريبتايل ورم بينفع تدمر وحشة عند اللي قدامك. ونفس الكلام عند كوين برضو في ايديها كائن كده بتدمره لان انت لما بتضحي بتعمل تاني من الدك. فده كده بيوضح لنا ان دول الكائنات الاقوى وبيضحوا بالتانيين عادي يعني ما عندهمش مشكلة. عشان يقودوا الحرب بقى ويشغلوا بتاعتهم والكلام ده. ده اللي احنا كنا نتكلم عنه هجوم صفرة فعالفين وخمسمية هتلاقيه هو عامل علامة بتاعته دي اللي هي بكل اللي اللي موجودة عنده. عامل يعلمت اللي بيبقى كده. نوع من الحركات بقى والرسائل الخفية اللي بيسيبوها. طيب دول اقوى كائنات موجودة. الكائنات اللي اقوى شوية. يعني اقل قوة شوية بس اقوى من باقي الكائنات. هما الكائنات اللي خدت شوية زكاء عن الكائنات اللي قبلها. فبقت تعرف تسيطر عليها. هنتكلم عنهم ان هما اتطوروا خلال الحرب. بس احنا بنتعرف على كل الكائنات اللي موجودة. وهنقول مين اتطور امتى بعد كده? عندك وورم اريكون. وعندك وورم وور لورد. وورم نوبل. وورم برينس. وبرينس ده شوية شبه الكينج. قبل ما يتطور كده تحس ان هو تطور ليه او ده التطور اللي بعد البرينس على طول. ده برضو هنشوفه اتطور امتى? واتطور من ايه? هو اتطور من كائن تاني اللي هو هنقوله كمان شوية. ننزل بعد كده للوور كلاس. الكائنات الاقل بقى شوية. دول خدوا شوية قوة من الحروب اللي خدوها. بس ما كانوش خدوا الزكاء الكافي عشان يعرفوا يقودوا الباقيين. والكائنات دي هي وورم وورم كارتاروس. وهتلاقي شبهه كده شكله شبه الموث شوية. وفيه وورم جولدس. شايف شكله كده بيسيح معرفش ليه. وفيه وورم اكس اي اكس او زز تقريبا. ولو تاخد بالك هو عامل حرف الاكس. وورا فيه واي كده موجود. احنا قلنا ان كل كائم الكائنات ليه حرف من الحروف فده الحرف بتاع الاكس. وهتلاقي فيه بعده وورم ياجان اللي هو حرف الواي اللي شفناه في الخلفية بتاعت الكارت الاولاني. وفيه وورم صولد اعمل زي الهرم كده وفيه يعنين وحاجات كريبة. وورم بارسس. الرجل تقريبا عنده هننسوا غيره قوي واربع ايود ومش حايفه بقء بالعرض. يعني هم شكلهم غريب شوية مش هنفصص فيهم. شبه الاخطبوت كده. وورم وده شكله شبه العنكبوت شوية. معظمهم حاجة من الحاجات دي. نخش بعد كده على اضعف طبقة بقى الطبقة الضعيفة جدا وهي وورم جيتليكبس وورم ديميكلس وورم اوبرا وورم فالكو لينكس اجلي او وحش احنا مش بنتنمر عليه يا جماعة هو اسمه وورم اجلي. وورم ابوكليبس ابوكليبس ده اللي كان مسكه في الاول وانا هنتكلم عنه وورم هوب اللي اتطور منه بعد كده وورم نوبل. دي بقى الكائنات اللي هي ايه اضعف كائنات خلص ولسه ما اتطورتش وفي منهم كتير قوي بيعودوا يهاجموا. فاحنا طبعا متخيلين ان الكائنات دي لو كتير او بتتكسر بسرعة يعني هيبقى ليهم برضو قوة لا يستهان بها. طيب دي كائنات اللي ليها علاقة بالوورمز. في وورمز تانيين على فكرة. عشان برضو نكون قولنا كل حاجة. والوورمز التانية اللي موجودة دي هي مش معهم في الحرب بقى ولا ايه انا مش عارف ليه ما ما اتذكرتش هنا. بس الوورمز التانية هي الوورمز الانسكتز الحشرات مش الريبتايلز. كل اللي احنا قلناهم دول كانوا ريبتايلز كانوا زواحف. اما الوورم الحشرات بقى لو اتكلمنا عنهم هنلاقي ان فيه طبعا اللي احنا عارفينها انك ترمي خمس كروت من ديك اللي قدامك المقبرة. كان كانت جامد قوي. وشيلد وورم 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 الدافي اللي هو الدودة الدافية اللي لما بتتدمر بتدمر تلات كروت. وهاك وورم. موجود على الويب سايت الفاندم بتاعهم ان دي برضو يعتبروا من الوورمز عادي. بس احنا مش شفناش في الحرب فمش عايزين بقى ايه نجزم. مش عارفين نجزم هي دي كانت معاهم ولا لا. المهم يا سيدي ان هي دي الكائنات الوورمز وزي ما قلنا لو رجعت الاسماء اللي انا قلتها هتلاقي ان هم حطين كل اسماء ايه بقى بعد كده اللي حصل او ايه اللي حصل بعد وجوم الوورمز ده. نروح يا سيدي بعد كده لان الانفيدرز اصلا دخلوا الارض عن طريق دابليو نيبيولا ميتيورت اللي هو ميتيور صغير عليه شوية جايين من كوكب تاني دخل على الارض طبط ومن هده بدأت الوورمز ان هي تتكاثر وتحاول تحارب الاربع قبيل. الاربع قبيل ما كانش عندهم معلومات عن طبيعة الوورمز اللي موجودين دول عشان كده جمعوا قواتهم كل واحد جمع قويته الواحد ويعني عشان يقدر يحارب الوورمز بالطريقة بتاعته. طبعا كل واحد كان ليه طريقته في الحرب فنقدر نقول ان غير نتكلم عنهم في الاخر. كل واحد وزع قوات بقى كبيرة عشان يعرفوا يحجمه فميست فالي بعته الفالكون والفلين في اللي بعته الفيند والاكس سيبر بعته الاوربيلم. اما فعشان يوجهوا قوة الوورمز اللي بتغطي العالم بسرعة عملوا او فكوا السيل بتاع الدراجون واللي قوته او القورة بتاعته اتقل محيطة بيه بعدة الورا. رجعتهم الورا. بس في نفس الوقت زي ما قلنا زي ما دول بيحاربوا الوورمز بيتطوروا بسرعة. فالهجوم المتكرر اللي حصل على الوورمز خلاهم يتطوروا وهنا ظهر اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية. ده كان نتيجة التطور اللي حصلت مع حروب الاربع قبيل. فهنا الاربع قبيل فكروا بقى وقال لك ايه يا عم لأ بقول لك ايه? احنا شكلها كده مش هتنفع. احنا لازم نتحد سويا عشان نقدر نهزم الورمز. طبعا نعمل ايه يا معلم? اللي هنعمله ان احنا هنعمل او حلفاء العدالة. زي كده ايه كده عملوا وهو عبارة عن قوات متحدة منهم كلهم. فكل واحد فيهم الاول بعت حد عشان يبقى في القوة. بعته ده اللي احنا نقبل كده. وايس باريير جنرال جروند اف دا ايس باريير. وميست بالي بعته الاكسيكيوتر وايكس سيبر بعته الكوماندر جوتم سور دمست. والاربع دول قاعدوا مع بعض وكوينوا الالاي اوف جاستس. نتكلم بقى شوية عن الالاي اوف جاستس. احنا داخلين من قصة لقصة ومن مجموعة المجموعة بس عشان القصة كده ايه تبقى واضحة ومحبوكة شوية. طيب مين بقى دول يا معلمة. وايه اللي هنعرف عنهم. بما ان دول كائنات معمولة من الاربع من الاربع القبائل فهي كلها لان هم صنعوها. فنقدر نقول ان في اول مرحلة هم قاعدوا مع بعض قالوا يا جماعة عايزين نعمل كائنات تساعدنا نهاجم فبما ان هم كانوا بيهاجموا بعض ما كانش عندهم القدرة ان هم يفهموا بعض ولا يتعاونوا مع بعض. عشان كده كل واحد كان بينفذ المشين اللي بيعملها من وجهة نظر وهو هو شايف ان هو ده الحاجة الكويسة بالنسبة له. ما اتفقوش مع بعض او ما حاولوش يستفيدوا بخبرات بعض. فهنلاقي ده باين في ايه? هنلاقي ده باين في كل جارت من جرود اللي اتعملت. اولا ان هنلاقي انه وراه تلج كده. طبعا هو دارك ماشين وكل حاجة بس هو وراه كده شكل التلج. وهو عبارة عن ده اللي بيبقى عايش دايما في الجبال للتلج وكده. فده بتاع واحد تاني كولوسولوس. وده جارت بتاع طبعا المست فالي. جاية من تقريبا اللي هي معناها سيف الضوء في الحضارة السيلتك. ومكتوب عليه هو مش محتاجين ناله هو مكتوب عليه انه هو من المست فالي اللي هو سيف الضوء زي ما قلنا. فهو يعني حاجة موجودة في المست فالي ومعمول عشان تواجه طبعا هي مش هي دارك زي ما كل الباقي دارك. اللي بعده او الالف اذرع دول مش الف ولا حاجة يا جماعة دول تلاتة. دول الناس مش صدقة في كلامهم. وده يدينا انطباعة انه هو جاي من مين بقى? مين اللي عملوه? دول اللي عملوه الاكس سيبر. هو شوية كده ما ادي على ستايل الايه? اللي هو يعني. فطبعا هو ماشيين برضو. بس ايه? دول بتاع الاكس سيبر. وبعد كده بقى نروح لناس مكتهدة شوية. وهم بتوع الفلينفيل. لان الفلينفيل بصراحة جماعة ما عملوش واحد بس. عملوا اكتر من واحد. فهم عملوا جارا هولج ورودورا وسالفو. التلاتة دول عملوهم الفلينفيل. هنلاقي جاراد هولد ده جاي من كالات بولج. ودي برضو جاي من الحضارة السلتك. ورودورا جاي اسمه من الثقافة او الهندية اللي علاقة بالرياح والعصفة والصيد وكده. واخر واحد والغلبان ده اللي هو ربعمية وتلاتمية. ده كده الواحد وده غلبان ده ما ما بيعملش حاجة اساسا ولا ليهجوم ولا اي حاجة. طبعا دي ما كانتش نكحة قوي ما كانتش بالقوة اللي احنا متخيل لها زي ما احنا شايفين يعني هي ما عملتش اي حاجة خالص. نخش على المرحلة اللي بعدها. في نفس الوقت عايزين نروح لناس تانية وهما الجينيكس. القبائل الاربعة وهما بيعملوا لقوا الجينيكس. ودي كائنات ما كانوش فاهمين هما ايه بالزرط. الجينيكس دي كانت كائنات بتراقب الكائنات اللي حواليها وبتحاول تطور الطبيعة اللي حواليها تخليها كويسة. فلاقوا الورمز دول لما هجموا خدوا بالهم ان الورمز دي كائنات بتلوس الطبيعة وبتدمرها. عشان كده هما كمان بدأوا في حرب ضد بعض. في نفس الوقت ان الجينيكس بدأ يحارب او بدأ يواجه الورمز كانوا الالايز الحلفاء التانيين بيرقبوا بقى الجينيكس دول عشان يفهموا ايه اللي بيحصل بالزبط. نعرف بقى ايه اكتر عن الجينيكس دول شوية. هما موجودين في الارض من زيان قويه. قال لك موجودين وقت صحيق. وقت زمان قوي قبل الكائنات دي كلها. بس عمرهم متعاملوا مع الكائنات اللي موجودة في الارض. ما هتعملوش مع اي حد من الناس التانيين دول خالص. وكانوا دايما غير متصلين بالحضارة اللي حواليهم. بس هما بدأوا يتحركوا اول ما بدأوا ينفيدو بدأوا يهجمو. كل واحد فيهم بيستخدم الطاقة اللي موجودة عنده. فهنشوف مسلا الكائنات اللي موجودة دي زي ايه? هنلاقي في جينيكس وده بيستخدم قوة الهايدرو الكتريك باور. طاقة الهايدرو كهربائية. وفي جينيكس فرنس. وده بطاقة البخار. هو بين من شكلهم حتى. جينيكس بلاست فان. طبعا الويند او الهوى. وجينيكس جايا. وجايا طبعا جايا من الارض. فالجيو ثيرمال باور. الطاقة الحرارة الارضية. فيه كائن كمان موجود اسمه الجينيكس كنترولر. والجينيكس كنترولر ده طبعا الكارت اللي كلنا عارفينه اللي هو الكارت النورمل التونر ده. اللي هو كارت قوي جدا رغم انه هو نورمل. بس حتى تلاقيه تعمل له دول لينكس لو انا فاكر صح. من كتر انه هو الكارت كان بيستخدم في حكاية كتير يعني. الكارت ده قوته كانت بتخليه يطور القوة اللي موجودة دي وتخليها تعرف تحارب. ازاي بقى ايه عمل اللي انت عملته يا جينيكس كنترولر انت? هنلاقي ان في كروت مسلا مسلا عندنا هايدرو جينيكس. هايدرو جينيكس ده عبارة عن كارت سينكر وبين فيه قوة اكتر وبين ان هو عبارة عن جينيكس كنترولر زائد وحش. وطبعا اللي احنا بنتكلم عنه اللي دخل معاه هو لان احنا هنلاقي ان هو نفس الشكل بالزبط بس تطور فده بيدينا كده فكرة شوية على ان الكنترولر ده كان بيتعمل حاجة كتير بيه تسيطر على قوة طبيعة عشان اكتعرف تستخدمها في الحروب. واحنا طبعا ضد الحروب يا جماعة بس احنا ايه دلوقتي الحرب ضد دي صعبة فاحنا محتاجين نعرف ايه اللي ممكن يحصل. طب مين تاني غير دول الكائنات اللي احنا محتاجين نبص عليها. عندك تلاتة تانيين زي ما هو عمل مع الهايدرو عمل مع البقيين فهنلاقي ان جينيكس كنترولر وحش فاير هيطلع لنا ثيرمل جينيكس اللي هو واخد طبعا من خوة الفاير. والتاني هو جيو جينيكس اللي هو الارث. والاخير اللي هو ويند ميل جينيكس اللي هو برضو جينيكس كنترولر ومعاه ويند منس كده احنا عرفنا الجينيكس حول الاربعة اللي احنا اتكلمنا عنهم دول. وقدر يخليهم نوعا ما ادوات حرب. بعد معرفنا اكتر عن الجينيكس نرجع تاني نكمل القصة بتاعتنا. دلوقتي الجينيكس بيحربوا الورمز والموضوع محتدم. عندنا هنا بقى بعد معايير كتيرة حصلت مع الورمز نرجع اللي هما اتجرحوا وتصابوا كتير. وجوتومز الليدر بتاعهم في الوقت ده. قدر يختار للسوردمن. قدر يختار الجيل الجديد للناس اللي هتحارب. هو الرجل ده يعني غالبان اساسا. ولا هو اكس بروري يعلقى باي حاجة. وفاهمونا دهول وراح. وقاعد معاهم من ساعتها مش فاهم هو بيعمل ايه. بس هو بقى ايه? هو اللي اختار فهو يستحمل نتيجة قراراته. وفي على فكرة كارتين للجوتومز دول ممكن نقول ان هم برضو بيحصلوا في القصة. اول واحد هو الامرجنسي كول لما التاني اختفى سوسو ده مش فاكر اسمه ايه اختفى في الاول فجابوا جوتومز اميرجنسي كول. وتاني واحد هو جوتومز ساكند كول. النداء التاني. وهنا النداء التاني ليه علاقة باللي بيحصل لان اللي ظاهر فيه هو او الجيل الجديد او زي ما بيتقال الجيل الجديد من السيبرز اللي تكونه. هنا قلنا المعالج تاعت السيبر جراحتهم والليدر اضطر ان هو يختار وفي نفس الوقت اللي هو بيختارهم فيه حتى الورمز كمان اتطوروا والديدان اتطورت وهنا ظاهر كائن اسكى شوية اتكلمنا عنه في الورمز وده الكائن المتطور من الورمز اللي بيواجههم. طيب مين بقى الاكس اكس سيبر نتكلم عنه بسرعة طبعا اولهم واهمهم هو اكس اكس سيبر جوتوم اللي لسه قايلين ان هو ظاهر كارت السكند كول. وده تطور طبيعي للوحش ده. نقواه بقى اقوى شوية. وطبعا الوحش ده ماسك سورد اوف سباركلز. السيف بقى الكبير القوي بتاع الاكس سيبرز. الوحش ده متمكن منه كده وماسكه على طول. نروح بعد كده اكس اكس سيبر جارسيم. والوحش ده شبه الغزال وهو اسمه جازال جارسيم. مش عارف شبه بعضه او لا. هو شبهه يعني. اكس اكس سيبر فاول ترول. وفاول ترول ده باين في كارتين. اول كارت اسمه ات وان ويتزا سورد. ان هو بقى الراجل قوي وجامد وبتاعه ماسك السيف بتاعه يعني مش عارف بيحاول يقول ايه. وكارتين اسمه سيبر سلاش. سيبر سلاش هو الوحش ده وهو بيهاجم حاجة بيدمرها نصين. الحاجة دي يا اما الويند سبريد روين. يا اما الويند سبريد ضد. بس يعني بيبين لنا شوية ان الكارت ده جامد بقى وحركاته بيهاجم وبيدمر وكده. برافو عليك يا فاول ترول. بعد كده عندنا دابل اكس سيبر راجيجورة. وراجيجورة ده كاميليون اساساً الجماعة شكله كاميليون مع ذلك هو بيستورير ودي حاجة غريبة جداً. وبعدين اكس سيبر فول هلم نايت. فول هلم نايت ده شكله كده زي الفرسان القدام كده والحركات القديمة وكده. وده الوحيد فيهم التونر اللي موجود. وبعد كده هو حشرة انسك. هو جابه بقى بدا يجمعه تقريبا ينوعه شوية من الحاجات اللي عندهم. وعندنا هاين لي. والوحش ده اسمه مدي صيني شوية شبه شون لي بتاعت ستريت فايترز. وهو نفس الستايل مش نفس الوقفة ولا حاجة بس شبه بعض كده في الستايل شوية. وبعدين اكس اكس سيبر بوجارت نايت. وبوجارت دي جاية من كلمة الجسل المخادع او المخرب يعني اللي هو حطنله لقب عشان راجل شكله جامد. وبعدين فيه دارك سول. ورغم ان هو دارك سول بس هو ايرث حاجة غريبة جداً وهو ضعيف اساساً ما فقوش حاجة يتقال بس هو شبه الجريم ديبر شوية حاصد الارواح. وعندنا شبه النمر المقنع كده جمعة لو فاكرينه هو صغير. وشكله كأنه نسخة مطورة شوية من اروز اللي تكلمنا عنه اكس سيبر اروز. بس كده هم دول العشرة اكس اكس سيبر بتوعنا. دول العشرة او الجنريشن الجديد اللي تم اختيارهم عشان يواجهوا الورمز. وانا اعتقد كده حلو قوي النهاردة كفيديو ونكمل الفيديو الجاي عشان نشوف ايه اللي حصل وما هي قوة الطبيعة التي تم اغضبها. هل انتحت المعركة هنا? كلا لم تنتهي. بل ان المعركة لم تبدأ قط لان قوة الطبيعة لم تشارك بعد وهي قوة الناتوريا او الناتوري نيتشر نيتشريا مسلا. يعني موام ان هي القوة دي لسه ما شاركتش وده اللي هنبتدي بقى نشوفه الفيديو جاي. بس كده ده كان الفيديو. تريت العجوة بتعمل لايك وسبسكرايب على الفيسبوك واليوتيوب واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا جدا.